صور من الاستهزاء بالصحابة رضوان الله عليهم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم هم خير هذه الأمة وأفضلها قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقد أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمعت الأمة على حبهم وتوقيرهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه أخرجه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم أيضا خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أخرجه البخاري إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة الصريحة المفصحة بمدحهم والثناء عليهم وتعداد فضائلهم جملة وتفصيلة فالواجب على كل مسلم محبتهم وتقديرهم ومن صور الاستهزاء بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقوله الأسود بن المطلب أبو زمعة لأصحابه مستهزئا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته قد جاءكم ملوك الأرض ومن يغلب على كنوز كسرى وقيصر ويصفرون ويصفقون ضحكا وسخرية فدع عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمى ويثكل يفقد ولده فمات أعمى أثكل ومن المستهزئين بالرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الأسود بن عبد يغوث فكان إذا رأى فقراء المسلمين قال لأصحابه مستهزئا هؤلاء ملوك الأرض الذين يرثون ملك كسرى وكان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أما كلمت اليوم من السماء يا محمد وما أشبه ذلك وقد أصاب الله هذا الخبيث بقروح في رأسه فمات كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت ورجل من أشجع يقال له مخشن بن حمير يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك فقال بعضهم لبعض أتحسبون جلاد بن الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأن بكم غدا مقرنين في الحبال فقال مخشن بن حمير والله لودت أني أقاضى على أن يضرب كل رجل منا مئة جلدة وأننا ننفلت وأن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر أدرك القوم فإنهم قد احترقوا فسألهم عما قالوا فإن أنكروا فقل بلى قلتم كذا وكذا فانطلق إليهم عمار فقال ذلك لهم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه فقال وديعة بن ثابت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على راحلته فجعل يقول وهو آخذ بحق بها يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب فأنزل الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ولهيئة كبار العلماء بحث مفصل في هذه المسألة نشر في العدد الأول من مجلة البحوث الإسلامية التي تصدرها الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء وأفتو فيه بتحريم ذلك وصدر في ذلك قرار الهيئة رقم 13 بتاريخ السادس عشر من الشهر الرابع لعام 1393 هجرية وفيه ما نصه إن الله أثنى على الصحابة وبين منزلتهم العالية ومكانتهم الرفيعة وفي إخراج حياة أي واحد منهم على شكل مسرحية أو فيلم سينمائي منافاة لهذا الثناء الذي أثنى الله تعالى عليهم به إن تنثيل أي واحد منهم سيكون موضعا للسخرية والاستهزاء به ويتولاه أناس غالبا ليس للصلاح والتقوى مكان في حياتهم العامة فتتزعزع ثقة بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وتخف الهيبة التي في نفوس المسلمين من المشاهدين وينفتح باب التشكيك على المسلمين في دينهم ما يقال من وجود مصلحة وهي إظهار مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب مع التحري للحقيقة وضبط السير فهذا مجرد فرض وتقدير فإن من عرف حال الممثلين وما يهدفون إليه عرف أن هذا النوع من التمثيل يأباه واقع الممثلين ورواد التمثيل وما هو شأنهم في حياتهم وأعمالهم من القواعد المقررة في الشريعة أن ما كان مفسدة محضة أو راجحة فإنه محرم وتمثيل الصحابة على تقدير وجود مصلحة فيه فمفسدته راجحة فرعاية للمصلحة وسد للذريعة وحفاظا على كرامة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يجب منع ذلك ترجمة نانسي قنقر